موسيقى قوات حفظ السلامة تابعة للأمم المتحدة ستعمل في جميع أنحاء المناطق المحتلة بإقليمة دنباس شرق أوكرانيا بما في ذلك المناطق غير الخاضعة لسيطرة أوكرانيا في الحدود مع روسيا وإلى جانب ذلك لن يكون أي عنصر روسي ضمن البعثة الأممية هذه أهم النقاط المتعلقة بدخول القبعات الزرق لمنطقة الدنباس وفق ما صرح بيرئيس الإدارة الرئاسية في أوكرانيا كونستنتين يلياسف وهذا ما تضمنه مخطط كورت فوركر الممثل الأمريكي الخاص لأوكرانيا وفق ما ذكر إلياسف الذي أضاف أن هذا المخطط تم الاتفاق عليه مع الجانب الأوكراني والألماني والفرنسي وعاشية ذلك قال وزير الخارجية الألماني زيغمار جابرييل ووزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن لديهما نظرة مشتركة حول هذه القضية ترجمة نانسي قنقر